قال الوكيل العام للبطريركية اللاتينية في القدس سامي اليوسف إن البطريركية تقوم بجهود حثيثة لتلبية احتياجات الجماعة المسيحية في فلسطين مشيرا كذلك إلى تقديمها مساعدات إلى الرعاية الذين لجأوا إلى الكنيسة في غزة وبيّن سيادته أن البطريركية قدمت أيضا ولا زالت تقدم مساعدات كبيرة للعائلات المسيحية المتضررة في الضفة الغربية شملت دفع الأقصاط المدرسية وسداد الفواتير والإيجارات مما استفاد من ذلك أكثر من 12 ألف شخص وأشار اليوسف إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها البطريركية بسبب انهيار القطاعين الصحي والمصرفي في غزة ودمار البنية التحتية وغلاء الأسعار في القطاع مؤكدا على سعي البطريركية الدائم لإيجاد الحلول لمجمل المشاكل التي واجهها المسيحيون في غزة والأرض المقدسة